لقطة الحقيقة مؤسفة ومؤلمة لانها متعلقة بلاعب منتخبنا القومي واحد من نجوم الكرة المصرية ولعب الحقيقة انا بحب مش بحبه انا بحب مهاراته وبحب لعبه وبحب بس للاسف اوقع نفسه في ازمة ومشكلة كبيرة جدا 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 الله اعلم هيخرج منها ازاي انا هنا اتحدث عن لاعب نادي الزمالك وظاهر ايسر المنتقب المصري احمد فتوح احمد فتوح امبارح اثناء قيادته لسيارته وكان جنبه حارس مرمى نادي الزمالك محمد صبحي دهس دهس ده اللفظ القانوني خبط يعني بالعربية امين شرطة فارداه قتيلا اتابط عليه وراح يتحقق معاه فاول شيء قانوني بيتعمل انه اي حد عمل كده بيتعمله تحليل مخدرات عشان يتشاف وخمور عشان يتشاف انه كان بيقود تحت تأثير خمرة او مخدرات فتعمل للاثنين فتوح ومحمد صبحي محمد صبحي طلعت عينته سلبية فنيابة اخلت سبيله احمد فتوح التحليل الاولي خدوا بالكنا كلامي دقيق جدا لا بقول رأيي ولا بقول لكم معلومات واخبار التحليل الاولي للمخدرات طلعت عينته ايجابية ايجابية يعني ايه يعني التحليل الاولي بيقول ان في الدم في نسبة مخدرات هنا النيابة امرت بحبسه اربعة ايام على ذمة التحقيق وقادي صورة التحليل اللي صدر لحمد فتوح وفيه اول واحدة خالص او اذا من شايفين كله كله نيجاتيف اول واحدة خالص مكتوب بوزيتف والعينة البوزيتف معناها انه ثبت وجود نسبة ما من مخدر ما نسبة ما من مخدر ما كابتن عبد الواحد السيد مدير جهاز الكرة بالنادي الاهلي قال تصريح منذ قليل نادي الزبالي كان ياسف قال تصريح منذ قليل قال انه هذه التحليل هي عينة اولية واللاعب سيخضع لعينات اكرة اخثر دقة واكثر تخصص عشان نتأكد من ثبوت او عدم ثبوت نسبة مخدرات في دمه قصة صعبة وانا طبعا طبعا انا بقولك هو لنا اجروا اخش في تحقيقات النيابة ولا تحقيقات المباحث ولا طالما الموضوع خلاص في ايدي الهيئات القانونية ولا كلمة ونسكت لكن الواحد يزعل خلاص هو القانون هياخد مجراء هيطلع بريء هيخلى سبيله هيطلع مدان هياخد عقابه مناش علاقة ولا نتدخل في عمل النيابة ولا الدخلية ولا القضاء لكن على المستوى الاعلامي الواحد يزعل يزعل لما الناس ما تاخدش بالها من نفسها كده يزعل لما الناس تفرط في نعمة ربنا اللي بيدها لها تك شهرة ودك نجومية ودك رزق ودك فلوس ودك عربيات وانت لسه شاب صغير دي نعمة كبيرة اوي 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 فيه شباب فيه شباب ايه فيه رجال اكبار خلاصوا عمرهم وما حصلوش على عشرة في المية من اللي عندك من شهرة وجماهرية وفلوس وكذا نراعي بقى ونسون النعمة ولا ما ناخدش بالنا منها على فكرة كلامي مش لفتوح كلامي لكل الناس اللي ربنا انعم عليها في الفن وفي الرياضة وفي مش عارفين ايه والايه والايه هذه نعمة يجب ان تصان ولا يجب ابدا ان تهان يا رب بس الناس تاخد بالها وطبعا رحمة الله على الامين الشرطة انا متأكد دلوقتي اهله يعني في مأتم وحالتهم صعبة جدا ربنا يصبرهم وربنا يغفرله ونحتسبه من الشهداء انا متأكد كمان من معرفتي الوثيقة بوزارة الداخلية والسيد المحترم وزير الداخلية انه وزارة الداخلية هتعود اهله وتقف جنبهم وما بتتخلاش ابدا 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 عن رجالتها سواء اللي موجودين على قيد الحياة وبيخدمونا او حتى اللي رحلوا عن عالمنا اشتركوا في القناة